موسيقى مرحبا بكم مشتهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كوشك الصحافة والذي نطالع فيها أهم وآخر الأنباء والمقالات الواردة في مواقع الأخبار والصحف العربية المهتمة بالشأن اليمني حيث تصدرت الحادثة أو الحادث الإرهابي الذي أودى بالعشرات في عدن المواقع الأخبارية وتحدثت هذه المواقع عن بعض المعلومات التي كشفت عقب التفجير وعلق عدن تاين الأزهر الشريف يدين التفجير الإرهابي في عدن وعنوان في ذات الموضوع حيث قال مدير أمن عدن شلال شايع قيادات الإرهاب إما في السجون أو مختبئون يعيشون كابوسا لن يصحوا منه كما أورد الموقع معلومات عن الانتحار وقال في أحد عنوينه يسكن في عدن من هو الانتحار الذي استهدف تجمعا لطالبي التجنيد ووفقا لعدن تايم الذي نقل عن مصادر محلية قولها أن الانتحار الذي كناه التنظيم بأبو سفيان العدني يدعى أحمد سيف وهو من سكان مديرية المنصورة بعدن وقد اختفى عن حارته وأسرته منذ فترة وسبق أن عمل مدرسا في حيه السكني موقع صهاريج نيوز صدر صفحته الرئيسية بالعنوان بعد يوم من إعلان المحافظة الزبيدي عدن مدينة آمنة ودعوته للحكومة للعودة السيارات المفخخة تواصلوا حظ الأرواح بعدن وقال الموقع استشهد العشرات من طالبي التجنيد وجريح ما لا يقل عن مئة آخرين في هجوم بسيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدف مركز تجنيد في حي الشيخ عثمان بعدن ويأتي ذلك عقب واحد بعد يوم واحد من حديث متلفز لمحافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي قال فيه إن العاصمة عدن أصبحت شبه مؤمنة بشكل يدعو إلى الطمأنينة وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية ودول التحالف العربي منوها إلى أن إدارته ستواصل جهودها الرامية إلى استئصال الإرهاب والشتاته من جذوره مشيرا إلى أن حدوث بعض العوارض الأمنية لا تعني أن عدن لا زالت غير آمنة فالعمال الإرهابية حدثت في معظم دول العالم بل في عمق العواصم العالمية ووصف الموقع العملية الإرهابية بأنها الأشد الدموية بعد عمليات إرهابية استهدفت معسكرات للجيش حيث أعلن التنظيم مسؤوليته عن العملية الإرهابية التي استهدفت مجندين في معسكر رأس عباس في فبراير من العام الماضي أدت إلى مقتل نحو 14 جنديا وإصابة العشرات أعطني قرية بجبال اليمن وسأجعلها سويسرا تحت هذا العنوان كتب جمال خاشقجي ما قاله المنشور في عدد من الصحف والمواقع بينها موقع الموقع بوست وقال الكاتب السعودي في مقاله الذي ينسج فيه ما هو ممكن بما هو غير ممكن حسنا أنا أبالغ بالطبع ولكن خطرت علي هذه السانحة التي جعلتها عنوانا عندما كنت أتحدث مع الصديق الدكتور حميد الشجني الخبير اليمني في مجال الطاقة والمياه الذي يدرس في بريطانيا قال لي وقد كنا نتفق ونختلف حول أزمة اليمن الجارية إنه يخشى أن يأتي يوم على اليمن تتضاءل مأساة الحالية أمام مأساة أكبر هي العطش والجوع فالماء بات شحيحا هناك والحرب لا تزيد من المعاناة في صورة قطع المياه وتدمير البنية التحتية فقط وإنما تمنع فرص للسعداد ومنع هذه الكارثة قبل حصولها إذ لا توجد حكومة يمنية فعالة تخطط لذلك ولا يستطيع المجتمع الدولي تقديم يد العون والخبرة وهو عاجز أو غير راغب في إصال المساعدات الإنسانية الضرورية في زمن الحرب رغم كل التسهيلات التي توفرها المملكة العربية السعودية للمنظمات الدولية تمنى الشجن لو يستطيع أن يعيد السلام إلى قريته التي هجرها قبل عقدين ويستقر بها ويطبق أفكاره وما اكتنزه من خبرة في ترشيد استهلاك الماء وإعادة تدويره والبحث عن موارد جديدة له تخيلنا معا كيف يمكن للقرية أن تزدهر وتنتشر في أطرافها الحقول والمزارع يتكاتف أهلها ويتشاركون الرأي بعد يوم عمل يجتمعون بحرية في المسجد أو بساحة القرية يحتسون قهوتهم اليمنية ويخططون للمستقبل كان واثقا من أنه يستطيع أن يحصل على دعم من دول ومنظمات عدة ولكن اتفقنا على أن هذا غير ممكن بدون سيادة الديمقراطية والقانون واللمركزية في بلاد العرب حتى في البلاد المستقرة لا بد من المرور عبر بيروقراطية الدولة المركزية وأن تحصل على شتى الموافقات الرسمية والأمنية من شتى الوزارات المعنية وغير المعنية حتى تتراكم الأوراق وتعطل المبادرة ويرحل المواطن الخبير وأحلامه عائدا إلى بيته الإنجليزي فيكتفي بكتابة مقال عن تعز التي ستموت عطشا بعد أن ماتت حربا إلى موقع الموقع بوست والذي عنونا في صفحته الرئيسية الميليشيا تقصف قرى بقضاء الحجرية بالتزامن مع تحركات مشبوهة بهدف قطع الطريق في هيجة العبد بتعز ويقول الموقع بوست شنت ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية قصفا مدفعيا وصاروخيا على القرى السكنية المجاورة لهجة العبد والأكاحلة ومدينة التربة بالمقاطرة بقضاء الحجرية جنوب محاصدات تعز وقالت المصادر لموقع بوست أن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية المتمركزة في النكب الأسود والغبيب وتبت الدبعي والعنجد شنت قصفا مدفعيا وصاروخيا مكثفا على القرى بمدرية المقاطرة حيث أسفر القصف عن إصابة خمسة مدنيين وتضيف المصادر أن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت على مدينة التربة أطلقتها ميليشيا الحوثي والمخلوع المتمركزة في حيفان الزيارة التي تقوم بها عناصر من ميليشيا الحوثي إلى العاصمة العراقية بغداد تصدرت العديد من المواقع وعلق موقع الوحدة وينت اليمن طهران تسوق لمجلس حكم الانقلابين في بغداد وبيروت ووفقا للموقع فإن إيران الخصم الإقليمي للسعودية والداعمة للحوثيين تسعى إلى انتزاع اعتراف عدد من دول مجلس الحكم في اليمن وبالتالي إضفاء صبغة الشرعية على مجلس فاقد للشرعية الذي يريد المتمردون فرضه كأمر واقع يضيف الوحدة وينت تاتي زيارة وفد الحوثيين إلى بغداد أيضا في ظل توتر بين السعودية والعراق على خلفية التصريحات السفير السعودي ثامر السبهان التي أثارت غضب العراق والذي طالب الرياض بتغييره ويتابع الموقع يبدو أن طهران استثبرت البرود الدبلوماسي بين الرياض وبغداد لتجعل من العراق محطة انطلاق للحوثيين للتسويق مجلس الحكومة شاعر من أرض بلقيس تحت هذا العنوان كتب محمد سلطان اليوسفي عن الشاعر عبدالله البردوني الذي يصادف اليوم ذكرى رحيله عن عالمنا وقال الكاتب في المقال المنشور في نشوان نيوز كثيرونهم من تحدثوا عن الشاعر عبدالله البردوني وكثيرونهم من كتبوا عنه ولكن تبقى الكلمات والكتب والمؤلفات قليلة في حق شاعر بحجم الشاعر عبدالله البردوني فالحديث عنه حديث ذو شجون البردوني شاعر لا تذكرنا به ذكر وفاته ولا ذكر مولده ولكن أعماله الشعرية الخالدة ودراسته النقدية الثاقبة هي من تذكرنا به وكيف ينسى من رفد المشهد الأدمية اليمنية والعربية بأعماله الشعرية التي بلغت من الشهرة مبلغا كبيرا كيف لا؟ وهو الشاعر الذي أتى من أرض بلقيس وسافر في طريق الفجر حتى وصل إلى مدينة الغد إنه الشاعر الأديب والناقد اللبيب والمؤرخ الفذ فيلسوف يعرفه الفلاسفة وشاعر تزخر المكتبات العربية بدواوينه الشعرية المتأمل في شخصية البردوني شاعرا سيجده شاعرا عبقريا متميزا عن شعراء عصره وسيجد له نفسا آخر فأشعره مفعمة بالصور والأخيلة تأخذك إلى علم الشعر وتحلق بك بعيدا في سماواته الرحبة فعندما تستمع قصيدة للبردوني أو تقرأها تجد نفسك أمام شخصية عبقرية فريدة ذي إحساس مرهف يأنه مع البائسين ويندب حظهم في الحياة كان يبدو كصائم ما تعشى الملايين فيه جوعا وعطشا أثث القلب للعرات ويحكي أنه ما أذاق جنبيه فرشا لم يكن البردوني مجرد شاعر ينثر أحاسيسه وهواجسه بل كان يقول ما لا يقوله المبصرون ويصور ما يصعب على المصويرين البارعين تصويره إلى موقع يمن مونتور وعنوانا كيف تؤثر معارك تحرير تعز على معادلتين الحرب والسياسة في اليمن ووفقا للموقع لا زال وقع المعارك الدائرة في محافظة تعز وسط البلاد يلقي بضلاله على المشهد السياسي والعسكري للأزمة اليمنية ويترقب قادة السياسة والحرب في البلد والأقليم بحذر مآلات المواجهات التي تشهدها المدينة وقال الموقع لتعز تأثيرها الخاص والكبير على معادلة الحرب والسياسة في اليمن لما تتمتع به هذه المحافظة من موقع استراتيجي يمكن المسيطر عليها من إدارة مضيق باب المندب أحد أهم الممرات التجارية الدولية ويتابع يمن مونتور كما أن تعز تمثل مفصلا جغرافيا لليمن الذي يربط شمال اليمن بجنوبه ويجعله خط الدفاع الأول عن المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة الدولة الشرعية بقيادة الرئيس هدي قبل الانتقال إلى ما قالته الصحفة العربية لهذا اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا مجدداً نرحب بكم ونلقي نظرة على ما قالته الصحفة العربية الصادرة صباح اليوم ونبدأ من صحيفة الشرق الأوسط والتي نقلت عن محمد الميتمي وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمنى قوله إن قيمة الأضرار الناتجة عن الحرب في اليمن ارتفع إلى 15 مليار دولار وشدد الوزير اليمني على أن تقييم الضرر ارتفع على عكس ما تم الإعلان عنه أخيراً والبالغ 12 مليار دولار وذلك وفق لتقييم متحرك وأولي لا يتمتع بالدقة النهائية لأنه استند إلى الأقمار الصناعية وافتقد إلى المسح الميداني لافتاً إلى أن ذلك المسح الجوي أتى بالتنسيق مع الحكومة مشدداً على أن المسح شمل ستة قطاعات وأربع مدن مدينتين شمال البلاد وأخريتين جنوباً كما أن الحكومة حرصت على العدالة الجغرافية ونوها الميتمي على أن جميع الأطراف اليمن يجب أن تكون مستعدة لردم أي فجوة ما بين إحلال السلام والبدء في مشاريع عادة العمار والتعافي حتى لا يتم حدوث أي انتكاسة وبالتالي عدم تلبية متطلبات أبناء الشعب اليمني التي يجب أن تكون على الفور أوجاع ومآسي إلى صحيفة العرب الجديد أوجاع ومآسي مستمرة في اليمن وتقول العرب الجديد ألاف الأسرة اليمنية تجد نفسها أما مهمة شاقة في البحث عن أبنائها الذين اختطفوا في ظل النزاع المسلح الأخير الذي امتد إلى معظم المحافظات وتورد الصحيفة قصة أحد الضحايا لا يعرف والد الشاب المختطف زعيلي محمد عايش مصباً ذو السبعة والعشرين عاماً أين يحتجز ابنه منذ نحو تسعة أشهر فقد اختطفته جماعة الحوثي من منزله في مدينة الحديدة أمام أفراد أسرته ويقول والده يرفض الحوثيون إخبارنا أينما كان ابن المختطف لا نعرف ما هو مصيره حتى اليوم بالرغم من مناشدات المستمرة والبحث الدائم ويتابع العربي الجديد لا أعرف أين هو ولا أستطيع أن أطمئن عليه أو أقدم إليه احتياجاته من الغذاء والملابس ومواد النظافة كي إليه في السجن صحيفة القدس العربي قالت في صفحتها الرئيسية الجيش اليمني يعلن ضبط ثلاث شاحنات قد تحمل قدائف في طريقها للحوثيين شرقية البلاد أعلن الجيش الوطني اليمني عن ضبط ثلاث شاحنات محملة بقذائف بمحافظة مأرب كانت في طريقها لمسلح جماعة الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق صالح وقال المركز إعلامي القوات المسلحة اليمنية في بيان إن قوات الجيش الوطني ضبطت ثلاث شاحنات محملة بقذائف كانت في طريقها للميليشيات الحوثي والمخلوع صالح وأوضحت أن الشاحنات الثلاث كانت قادمة من منطقة العبر بمحافظة حضر موت متجهة إلى صنعاء الواقعة تحت سيطرة مسلح الحوثي وصالح منذ سبتمبر 2014 وتقع محافظة حضر موت ومأرب المتجاورتان تحت سيطرة قوات الجيش الموالية للرئيس عبد الربو منصور هادي جيران يضمر لنا الشر تحت هذا العنوان كتب حسن قائد الصبيحي ما قاله المنشور في صحيفة الخليج وقال الكاتب لم يعد لدى أي مواطن شك فيما يخفيه الإنقلابيون في اليمن مشراكة في التآمر على المنطقة بعد عبارات التبجح ولغة التهديد التي أطلقها وزير الدفاع الإيراني حول تقييمه الاستراتيجي لقدرات بلده الصاروخية حين اعتبر أن اليمن ولبنان يعتبران ضمن دائرة الأمن القومي الإيراني وأن في مقدور بلده الوصول إلى عشرات القواعد العسكرية الأمريكية ملوحا بإمكانية وصول صواريخه إلى الأراضي الأمريكية ذاتها والمتفقهون في السياسة الإيرانية وألعابها البهلوانية الخبيثة يدركون المغزى الحقيقي لهذه الرسائل التي يوجهها المسؤولون الإيرانيون فالقول إن إيران تهدد الجيش الأمريكي يعلم الجميع بأنها شطحة لا تساوي قيمة جهاز الميكروفون الذي نقل هذه التصريحات فإيران تعرف والعالم يعرف أن إيران محاطة بقواعد عسكرية ومخزونات عسكرية استراتيجية أمريكية كما أن إيران تعلم أن بمقدور السلاح الجوي الأمريكي إنزال ضربات قاصمة وبمقدوره أن يحول دولة الملالي إلى كيان خال من السلاح في غضون أيام وأن سيناريو احتلال بغداد المؤلم لنا نحن العرب سيتكرر وإن لم يكن أسوأ لدى احتلال طهران في استفتاء للرأي بين الأمريكيين بثته ونشرته شبكة CNN قال الأمريكيون أن عدوهم الأول هو إيران وأن أي خطر على أمريكا يأتي بالدرجة الأولى من إيران وليس من كوريا الشمالية أو حتى من روسيا أما نحن العرب الأقرب إلى مركز النبض الإيراني فنرى رأيا آخر اكتسبناه من المعايشة والتجربة مع هذا الكيان المزعج ونعلم أن قدرنا هو الذي وضعنا على مقربة منه وأن هذه الشيرة ظلت تعمل لمصلحته ولا تعمل لمصلحتنا على مدار القرون عن زيارة وفد ميليشيا الحوثي قالت صحيفة الحياة اللندنية نقلا عن وزير الخارجي العراقي التي أكدت أن وفدا حوثي وصل إلى بغداد في زيارة رسمية تستغرق أياما برئاسة النائب في البرلمان اليمني يحيى بدر الدين الحوثي وعقد لقاء مع وزير الخارجي العراقي إبراهيم الجعفري وذكر الجعفري أنه جرى خلال اللقاء استعراض تطورات السياسية والأمنية على الساحة اليمنية وأكد ضرورة إيقاف نزيف الدم وتبني حوار وطني يسهم في إنهاء الحرب في اليمن وعودة الأمن والاستقرار وتتابع الحياة عرض الوفد اليمني نتائج الجهود السياسية التي أدت إلى تشكيل المجلس السياسي وأكد أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات ستتضمن دولا عدة وأن العراق هي المحطة الأولى التي سعى الوفد لزيارتها لعمق البلد التاريخي واثق له السياسي العربي صحيفة الاتحاد الإماراتي عنوانت في إحدى صفحاتها المقاومة تعزز انتصاراتها في تعز تقول الصحيفة في التفاصيل إن قوات الشرعية اليمنية حققت مكاسب جديدة على الأرض في تعز جنوب غرب اليمن وقال الجيش في بيان مقتضب إن وحداته المسنودة بجماعات المقاومة الشعبية وطيران التحرف العربي حررت جبلي السوداء والخلوة بمنطقتها الربيعي غرب المدينة بعد معارك عنيفة مع ميليشي الحوثي وصالح الإنقلابية فيما ذكرت مصادر في المقاومة أن منطقة موكنة وجبل المنعم غرب المدينة المطل على الطريق الرئيسي للرابط بين تعز والحديدة بات تحت سيطرة الشرعية صحيفة الخليج الإماراتية أوردت العديد من العناوين المتعلقة بالأوضاع في اليمن مسؤول يمني يكشف اختباء الحوثي في كهوف وسط صعدة وعنوان داخليتنا مصر واليمن تتعاونان في تبادل معلومات الإرهاب وعنوان وعن محاولات تطبيع الحياة رئيس الوزراء اليمني يدعو لخطة مارشال عربية لعادة الإعمار وعنوان من الرياض الحكومة السعودية ترحب نتائج اجتماع جدها المشترك بشأن اليمن تصلح حالة المواطن الأفغاني الذي فقد كل شيء لأن تكون نموذجا لمستقبل كثير من مواطن العالم العربي الذين يبحثون عن أوطانهم تحت حطام الحرب القائمة في بلدانهم عن هذه الحالة المتماثلة كتب حازم صاغية مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية وقال صاغية في منطقة غير بعيدة عن المشرق العربي تقدم باكستان وأفغانستان لوحة واضحة فمنذ 1979 تاريخ بدء الجهاد الأفغاني ضد السوفيت بدأت موجة نزوح أفغاني عززته فضلا عن الحرب نفسها عوامل أخرى لكن بعدما كان اللاجئ الأفغاني مرحبا به بدأت الأكثرية الباكستانية منذ 11 سبتمبر 2001 تنظر إليه بشيء من الريبة التي تصاعدت مع ظهور أطراف في طالبان تغلب العداء لباكستان على كل اعتبار آخر ثم مع حصول عدد من العمال الإرهابية التي شرعت تؤسس لأفغانوفوبيا بين الباكستانيين وابتداء بأواخر العام الماضي حزمت باكستان أمرها وقررت إعادة ثلاثة ملايين لاجئ أفغاني إلى بلادهم بعد أن كثيرين من هؤلاء ولدوا في باكستان ولا يعرفون وطنا آخر وكثيرون منهم أحرقت القرى التي فروا منها ولم تعد صالحة للسكن وكثيرون آخرون لا يحتملون تكاليف العيش في المدن الأفغانية التي التهبت أسعارها بعد الإعلان عن إرجاع الأفغان المقيمين في باكستان إلى بلدهم الأصلي وإلى هذا لم تتردد المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ولا حكومة باكستان في مصارحة العالم بعدم الاستعداد لمواجهة قرار كبير كهذا وقبل هذا كله وبعده في العراق وسوريا كما في باكستان وأفغانستان آلام تقصف أعمار البشر وتقصف ذاكرتهم وحقول للقتل توازي حقول الكراهية وأوطان تضمحل ولا يتبقى منها سوى المهام الإنسانية وبعض أرقام المنظمات البيروقراطية التي تقدم المساعدات مجموعة من رسوم الكاريكاتور نختم بها حلقتنا لهذا اليوم إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة